موسيقى الظروف كانت مهيئة محضرة تحتير جيد سواء من ناحية التنظيمية من ناحية البشرية واللوجستية وكذلك من ناحية الصحية حيث تعرفوا بالمدينة بروتوكول اتفاق مع وزارة الصحة سيد رئيس السلطة مع وزارة الصحة نضعوا بروتوكول اتفاق من أجل حماية المواطنين الجزائريين من انتقال هذا الوباء ومن كل مرض اللي ممكن يمسهم وهذا البروتوكول هذا يطبق ابتداء من العمليات للمراجعة للقوائم الانتخابية لحد الآن العدوى سفر والإصابات سفر الحمد لله العملية مرت في ظروف تنظيمية هائلة وفي ظروف حسنة وكذلك من ناحية الصحية الحمد لله العدوى سفر المهندسين التابعين للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحت اشتراف سيد رئيس السلطة قاموا بتطبيقية أو بعمل تطبيقي لهذه التجربة وزربناها على أرض الواقع لمعرفة عدد الوفايات عدد الذين غيروا سكناهم وكذلك للذين يسجلون تسجيل جديد فالعملية تجريبية لا بد من مراجعتها مباشرة مع النظام الكلاسيكي القديم لا نمنش فيها كثير لأنها جديدة ونحن نجرب فيها ولذلك العملية سوف نقيمها أو يقيمها المهندسين بعدما ننتهي نهائيا من هذه العملية نحن نشتغل كمؤسسة لتبع الدولة الجزائرية مستقلة في عملنا مستقلة في مباشرة الأعمال لحفاظ على صوت المواطنين وللحفاظ على نزاهة الاختراع وصحة الاختراع لكن نتعاون مع الدولة الجزائرية فيما يخص القضايا الأخرى قضية صحة المواطن هي مهمة الجميع مهمة نحن مثل ما هي مهمة الدولة الجزائرية مش ممكن الدولة الجزائرية ما تتعاونش وما تساعدش في هذا الإطار يعني إطارات وزارة السحة من أطباء من ممردين من عمال الحماية المدنية ورجال الأمن ومصالح الدولة الجيش الوطني الشعبي إلى خيره كلهم سيقومون بمساعدتنا فيما يخصها الأمن للحفاظ للحفاظ على صحة المواطنين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر